أنا باكيزة درامالي بنت الأصول النهاردة هنتكلم عن الفنانة الكبيرة سهير البابلي سوسكا اتجوزت خمس مرات وفضلت الحجاب على الفن وده كان سبب غضب والدتها منها وهنقول كمان سبب صدمها مع عادل إمام مسعيد صالح عفت في مدرسة المشاهبين باكيزة هانم الدرامالي بنت الأصول في باكيزة وزغلول سكينة فريا وسكينة اسمها سهير حلمي إبراهيم البابلي موليد 1937 محافظة دوميات مركز فرسكور والدها كان ناظر مدرسة سنوي هناك لكن أصلهم من الدأهلية المنصورة اتولدت في دوميات بس طفولتها كلها رجعوا تاني لأصلهم وبلدهم اللي هي الدأهلية المنصورة أثناء الدراسة في ابتدائي وإعدادي كانت بتحب تقليد الممثلين وكانت دايماً بتبقى موجودة في فريق التمثيل في المدرسة متقلد الأكبر منها الموجودين في العيلة زي العم والخال والجد وساعتها والدها حس إن عندها حس فني وبعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية عاشوا في الكاهرة وده برضو بحكم شغل والدها كان وزر مدرسة سنوي أما والدتها كانت ست بيت ولكن كانت شديدة جداً في تربيتها كان لها سبعة من الإخوات وترتبها بين إخوتها التالت بعد ما عاشوا في الكاهرة أخذت السنوية العامة وفكرت سهير البابلي إنها تدخل معها دي التمثيل وقالت ده لولدها وأقنعته ولكن والدتها كانت رفضة تماماً واللي كانت وقفة معيها في الكرار ده هي عمتها إيه اللي أقنعت والدها؟ والدها كان راجل ناظر مدرسة سنوي وكان راجل مثقف ومتحرر شوية وسبح لها إن هي تخش المجال اللي بتحبه والتحكت بمعهد الفنون المسرحية وكمان التحكت بمعهد الموسيقى العربية إيه اللي اتنين في وقت واحد؟ في معهد الفنون المسرحية تتلمزت على يد الأستاذ حمدي غيص والأستاذ عبد الرحيم الزرقاني والمخرج فتوح نشاطي إيه اللي أقنعها بموهبتها العالية؟ ده فحها للفن وساهم في اندمامها إلى المسرح الكومي في المسرح الكومي تعرفت على النجمة سنق جميل وأمينة رزق وعلى المسرح الكومي قدمت مسرحية الناس اللي فوق وليلة والمجنون والخال فانيا وفي مهد الفنون المسرحية ما كملتش وصلت لغاية سنة ثالثة وأول ما كملت 15 سنة اتقدم لها واحد اسمه محمود النقوري خطبها أعجبت بيه وأعجب بيها وبينهم كانت قصة حب وتجوزت وكان سنها ساعتها 16 سنة إلا 4 شهور وقتها بين أمها قالت تزواج البنته سطرة وعاشت معاه شوية سمح لها أنها تخش معهد الفنون المسرحية وراحت للمسرح الكومي واخدت أدوار صغيرة بسيطة لحد لما حد راح لوالدتها وقال لها ده بنتك بتمثل في المسرح الكومي والأم كانت ممنع لأنها من عيلة محافظة بتقول إزاي بنت تكون ممثلة إزاي تكون مشخصتية ده كلام ده ده ما ينفعش خالص لا عادتنا ولا تقاليدنا يوافق على كده والدتها كانت ستة جديدة جدا وفضلت غضبانة عليها لما عرفت بإن بنتها بتمثل في المسرح الكومي خادت أختها وروحت خالتها يعني وروح عشان يشوف سهير في عرض على المسرح الكومي ومن سوق حظها كانت سهير بتمثل في المسرح هي طلعة فيها غزية مش كده وبس ده مسكة سجاة وبترقص وكانت الصدمة للأم أول ما شافت بنتها بالطريقة دي طلعت هز ومسكة سجاة أمها رقعت بالصوت في وسط المسرح وسهير منخفها من أمها تلعي تجري وأمها تجري وراها لغاية لما وصلت لدار الأبرة وصلت لباب دار الأبرة وقالت للحارس أمي بتجري ورايا هي وخالتي وعايزها تضربني لو جات سألت علي أقول لها دي مش هنا وصلت الأم والخالة للحارس قال لهم ما شفتش حد ومحدش دخل هنا ساعتها رجعت الأم لبيتها ورجعت سهير ما كانت متجوزة من محمود النكوري رجعت لبيتها فضلت سهير شهرين مش رادية توري وشها لولدتها والدها تدخل وجوزها عشان يصلحوها على والدتها لكن الأم ما قبلتش اعتذارها خالص خلفت سهير البابلي من جوزها محمود النكوري بنتها الوحيدة نيفين اللي كان الفارق بينهم في العمر 17 سنة بس حتى إن سهير البابلي بتحس إن بنتها أختها ولما خلفت جوزها محمود النكوري قال لها يا نايا الفن قالت له لا طبعا الفن بقى ابتدت إن هي بقت فنانة بقى وحست إنها ممثلة كويسة وبتاخد أدوار طلقها محمود النكوري وبعد معدة شهور العدة اتعرفت على الملحن منير مراد أخو الفنانة ليلى مراد اللي كان الفارق في السن بينهم 15 سنة ومنير مراد كان ملحن مشهور حابوا بعضوا وتجوزوا ولكن قبل الجواز منير مراد كان يهودي أشهر إسلامه عشانها وعشان يتجوزها سعيدها كتير مريد منير مراد وعرفها على الممثلين والمخرجين والمنتجين غير ديانته عشانها واعتناق الإسلام وقبل منير ما يعلم إسلامه كانت أخته ليلى مراد كانت أعلنت إسلامها ودخولها الإسلام واعتناقها للدين الإسلام عرفها منير مراد على عبد الحليم حافظ لأنه كان صديق ليه مقرب ومن هنا بقى بدأت سهير البابلي تتعرف على الممثلين ودخلت مجال السينما لأنها بالفعل كانت شغلة في المسرح القومي عملت مع عبد الحليم حافظ في فيلم يوم من عمري اللي كان معها عبد الحليم حافظ البطلة زبيدة صار وقت كانت طلعة سهير بنت صاحب البيت اللي ساكن فيه عبد الحليم وعبد السلام النابولسي قعدت شوية سهير البابلي مع منير مراد وبدأت تدب بينهم المشاكل وبالفعل تم الطلاق اتعرفت سهير البابلي على المخرجين والمنتجين اللي بدأوا يعرفوها ويطلبوها في الأعمال الأعمال الفنية سواء المسرحية التلفزيونية والسينما كمان كل ده والدتها ما كانتش راضي عليها خالص ولا على دخولها الفن وده لأنها راح تمثلت والدتها كانت رفضة المبدأ من الأساس وبعد شوية والدتها تعبت جدا ودخلت المستشفى ودخلت في غيبوبة وراحت سهير تطلب من والدتها السمح وتقول لها سمحين يا والدتي أمها رفضت في أول الأمر فضلت سهير قاعدة جنب والدتها وتقول لها سمحيني سمحيني يا أم أمها كانت فقدة الوعي وبتفوق شوية وتروح شوية فضلت سهير تبوس إيديها ورجليها وتتحايل عليها وتقول لها سمحيني حد ما أمها في الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة هزت دماخها بالسماح وبعد دقايق قليلة انتقلت أمها إلى رحمة الله سعلت سهير وعيطت وتأثرت بموت والدتها وبعد شوية اتعرفت سهير البابلي على واحد جواهرجي هو اسمه أشرف السرجيني قعدت معايا كم سنة وتوفى أشرف السرجيني في الوقت ده كان بين نجمها بيعلى في سماء الفن اتعرفت على جزها الرابع رجل الأعمال محمود غنيم اللي عاشت معايا شوية وحصلت برضو بينهم خلافات وتم التلق اتعرفت على الزوج الأخير هو الممثل أحمد خليل اللي كان لسه في بداية حياته الفنية هي كانت مشهورة جدا بدأت بينهم الغيرة الفنية هو ممثل مبتدئ وهي ممثلة كبيرة ومشهورة وفضلت مع الفنين أحمد خليل لمدة سنتين وبرضو دبت بينهم المشاكل والاختلاف وانفصل وتم التلق وقالت سهير البابلي ان الشيخ الشعروي للفضل ان هي تتحجب السلام ده كان سنة 1992 فكرة الحجاب والاعتزال فضلت موجودة في دمخة للايه سنة 1997 اعتزلت سهير البابلي الفن لان ابنتها نيفين كانت لابسها الحجاب قبلها فسهير البابلي استحت ان بنتها هتكون يعني محجبة وملتزمة وهي متبرجة ونيفين كان بتلح عليها دايما ان هي تلبس الحجاب وتعتزل الفن لجأت سهير البابلي في رحلة توبتها للشيخ الشعروي والشيخ عمر عبد الكيف فعلا لبست الحجاب واعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الفن والسينما والمسرح والأضواء سنة اعتزالها كان لها دور في مسرحية من اخراج جلال الشرقاوي اللي جاب بنته عبير الشرقاوي مسلت الدور واكملت دور سهير البابلي اختفت عن الانظار حوالي سبع سنين اتحجبت واحتجبت وبدأ الشيطان يراودها وحصل معها موقف في العمرة ان اثناء العمرة ابتدت تقطع الصلاة وعايزة ترجع للفن تاني ولقيت خطاب من عريص وعروصة في موجود في الفن قالوا لها احنا بنحبك او بنحترمك لانك ارتديت الحجاب وبتعدت عن الفن وتأكدي ان دلوقتي رسول الله راضي عنك وربنا كمير راضي عنك كلام شكر واستحسان في الخطوات اللي خطيتها سهير البابلي نحو التقرب الى اللوق ان دي كانت رسالة من عند ربنا اني سبتها على الدين وعلى التوبة قعدت سهير توتوف حوالين الكعبة وتشكر ربنا ودخلت في حالة من البكاء حسست ساعتها ان ربنا راضي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مصرحية مدرسة المشاغبين كان مرشح للدور ميرفت امين مع المخرج سامير العصوري وصفق ابو السعود مع المخرج سعدة اردش ولكن اللي خدت الدور الفننة سهير البابلي والمخرج جلال الشرقاوي اختهر سهير البابلي المخرج جلال الشرقاوي بعد ما شافها على المسرح الكون وطول العرض كان بينها خلافات بينها هي وعاد الامام وساعت صلح بسبب كسرة الارتجال مما دفع الزعيم مر عاد الامام للانسحاب من المسرحية امام الجمهور وهي انسحبت مرتين ده وفقا لمذكرات المخرج حلت مكانها ميمي جمال ونيلي وعزم سامير خفاجي على تكديم مصرحية العيال كبريت سنة 1979 راضي ضمها لطأم العمل لكنها اعتذر اما عن العمل الدرامي الاهم في حياتها فهو باكيزة وزغلول مع اسعاد يونس اسعاد يونس كانت مؤلفة العمل نجح هذا المسلسل نجاح كبير جدا مما دفعهم انهم عملوا فيلم ليلة الابضة على باكيزة وزغلول ده بعد سنتين من عرض المسلسل في سنة 2005 فاجأت الجمهور مرة اخرى بعودتها للفن من بوابة مسلسل قلبة حبيبة لكنها وضعت شروط عدة بعد عودتها للفن يعني الالتزام على عدم تقديم فن سيء الاحترام لنفسها وان لا تتجاوز الحلال الى الحرام لا سلام على الرجال ولا الاحتكاك بهم ولا ملابس عارية ولا مخالفة لزي الاسلام الشرعي ولا اداء اي ادوار تفح هلت اولى مشاركتها السينمائية سنة 1957 في فيلم اغروق وفيلم صراع مع الحياة تتولى الاعمال الفنية المتنوعة بين كوميدي ودراما قلبة حبيبة القلب وما يعشق ليلة عسل العلمة باشا الاوانطاجية السيد اشتا الف ليلة وليلة حدوتها مصرية الدخول بالملابس الرسمية اميرة حب انا غرام تلميزة جناب السفير اخت الرجل في العالم مصرحية المشاغبين توفت الفن ناسوهير بابلي سنة 2021 يوم 21 نوفمبر احدى مستشفيات القاهرة عن عمر 84 عام بعد اتعرضها لوعكة صحية لصابتها بغيبوبة سكر دخلت على اثرها العنية المركزة رحم الله الفننة الكبيرة الجميلة سوهير البابلي